هنروح لحائل حيث قصة نجاح عبدالله الذي بدأ بالتجارة منذ سنوات من خلال بسطة صغيرة لبيع البليلة ثم تحول إلى أشهر بائع بحائل والآن هو يبيع اسم وعلامة تجارية للشباب ويساعدهم على الانطلاق بالتجارة عبر الفوترك تفاصيل ينضم معنا الزميل سلطان الشعيب حيك الله سلطان الصوت الصورة لك تفضل حيك الله عبدالعزيز أكيد يا أهلا وسهلا فيك أكيد أشكرك وأشكرك كافة الزملاء في الرياض اليوم أنا موجز في منطقة حائل وأكيد رح أتعرف على هذا الشخص اللي كيف كان بدأ من بسطة من السنوات الطويلة يعني ما كانوا الشباب يشتغلون في أكيد بيع الأكل وكان نوعا من الحياة نشتغل فيها واليوم هو يقود الشباب لتركات هو يسمونه في حائل ملك التركات ما شاء الله عليه والرجال اليوم ما شاء الله استطاع أنه يكون في فرنشايز يبيع اسمه للشباب في الأمريكة السعودية لأكيد يكونوا مصدر رزق لهم في مناطقهم اليوم سنتعرف على عبدالله محيسن وتعرف على قصته كيف بدأ وكيف كان وكيف صار اليوم هذا الرجل الناجح ما شاء الله عليه اليوم يسعدني يشارفني يكون معي عبدالله محيسن ومتواجد اليوم معاه في بيته عبدالله محيسن أبو صالح الله يعطيك العافية ونشكرك شكرا على هذا اللقاء ونشكرك شكرا لبيت دعوتنا الله يجزاكم بالخير ونشكركم ونشكر قناة السعودية على لطف اللقاء وتشكرون أخي سلطان ونشكر كذلك الأستاذ عبدالعزيز وقناة السعودية على تواجدهم نحن كبداية أو كبداية القصة أنه كنت على طاولة كنا نبغى ندعم شبابنا نبي نخليهم على الأقل يسول لهم دخل يستفيدون منه يشتغلون على أنفسهم بدل ما يكونوا جاسين باستراحات أو يضيعون وقتهم على الأشياء لكن الحمد لله بدأنا حبة حباها وخطوة خطوة لمين وصلنا للي أنت قاعد تشوفه يوم معي شابو صالح نحن في منطقة حائل الشباب كانوا للأسف كلهم مخذين الموضوع موقف حياوي لا يستطيعون أشتغل في بسطة أو سيارة أو بيع الأكل للناس اليوم صرنا ننافس الوافديين بهذا المجال وبالعكس طلعناهم هذا المجال ومسكنا ديرتنا ومسكنا أكلنا وصار أكلنا نظيف نتكلم عن هذا الجانب ووجود الشباب يوفرون أكل نظيف لأبناء جلدتهم وابناء وطنهم صحيح شبابنا صراحة كان عندهم الخجل أن طابع هالحايل أنه كلمة عيب الناس وش يقولون وش ما يقولون نحن كسرنا هالقاعدة تواصلنا مع أبناءنا وحفزناهم علشان يصلون للمستوى لأنه موعي بأنك تخدم ديرتك وهلك وناسك وضيوف المنطقة اللي نحن به بالعكس تجاوزوا هذه الحمد لله الآن شغالين على أنفسهم شغالين على أكل النظيف شغالين على العرص كذلك أمانة منطقة حايل شغالة على الزيارات المتكررة نشكرهم وكذلك نشكر أمير منطقة حايل على دعمه الغير مستغرب لأبناءه كذلك نشكر المهندس سلطان لأنه صراحة لازم نشكرهم لأنهم سووا شي جميل الحايل وهالحايل أخوي عبدالله ما أودت أطول معك في اللقاء ولكن أود أن أخذ منك بس العقبات اللي واجهتها في بداية كنت تشتغل فقط تفكت تشتغل في رمضان بس وتقفل وبعدين ما شاء الله كملت صحيح هي كانت الفكرة أنه ندعم شبابنا نخليهم يبدون يفكرون مشاريع ونقول دائما يعني عندنا الطابع اللي هو الخجل طابع العيب طبع أنت عارف يعني هالحايل وطبع هالحايل في عندهم أشياء أنه تقول أنه ولدنا يسوي كذا الحمد لله زي ما قلت لك كعوائق لها الحمد ما فيه استمرينها والأمور كلها بس سليم طبعا مساعدة أمير أو نقول الأب لنا أمير منطقة حايل الله يحفظه يعني أمير حايل داعي للشباب الأول في منطقة حايل وتدعم الثاني أيضا للشباب وصالح بليلة حايل نحن في حايل ما عندنا بليلة وما نحن برعين بليلة ما هو بتراثنا وما دخل بليلة بليلة في حايل نحن جريش هريس مرقوق قرصة أكباب هذا أكلنا في حايل بليلة جبت الأكلات الحجازية عندنا في حايل والله يشوف دائما إنسان اللي يريد يتميز لازم يتميز بشيء جديد ولله الحمد البليلة تعتبر لها فوائد عظيمة ولها يعني أشياء زي مكمل غذاء يعتبر وحنا أضفنا عليه ودخلنا الأصناف اللي أنت شايفة وصالح أشكرك شكرا جزيلا على اللقاء ويعطيك العافية وألف شكر لك على دورك كبير مو بلك انت فقط للشباب اللي قاعدت تدعمهم في تركات اللي حولك الله يسعدك وكذلك أشكرك أخوي وأشكر أخونا عبدالعزيز الله يحفظ الجميع وبس نصيحة لشبابنا دائما أحرص على المنتج وعلى الجودة وخدمة العميل علشان يطلع عندك راضي أنا أول شيء أسعد بضيوف حايل وكذلك نسعد بخدمتي لها الحايل وضيوفها الله يطولي عمرك وشكرا لجميع الله يحفظك يعني طولي عمرك طبعا كان اللي قال أستاذ عبدالله محيسن أبو صالح الموجود في منطقات سيبيع بليل في منطقات حال وأكيد صار يسوق اسمه للشباب في مملكتنا الحبيبة واللي يبغى بليته أبو صالح أو الخلطات السرية أبو صاحب ما يقول لا مهذا إسراري أنا أدعمكم يقول طبعا كانت قصر نجاح عبدالعزيز نوها كنت تودي اليوم أكون عند ترك اللي هو متواجد فيه الأخ بو صالح عبدالله محيسن ولكن الجواء في منطقة حائل حارة جدا وتوقيت البرنامج الظهر فكان ودي أكون معاكم بس أنا حبت أن أقول لكم قصة نجاح الأستاذ عبدالله محيسن وكيف بدأ وكيف صار ووش قاعد يوجه رسالة للشباب واللي يبغى الدعم ترى بو صالح موجود الله أعطيك العافية زميلة سلطان الشعيب وكيد كل شكر لبو صالح والله يكثر من أمثاله يعني متواجدين لدعم الشباب وتنبيههم وعطاهم وخبراتهم وهذه من الأشياء الجميلة اللي نشوفها